إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَبِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهِ وَلَا تَكُلِّ الْخَائِنِينَ خَصِيمًا أَسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا يَسْتَغْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَغْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقُولِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا فأنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْخِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَغْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ وَفُورًا وَحِيمًا